مرشح الميليشيات والمقربون منها مرة أخرى في صدارة المشهد السياسي في العراق النائب منصور المرعيد القيادي في ميليشي الحجد العشائري والمقرب من صالح الفياد وكتلة الفتح النيابية أصبح محافظاً لنينواء المحافظة التي توالت عليها الكوارث منذ عام 2014 والتي أدت لتدميرها وما لبثت أن أصيبت بفاجعة أخرى قبل شهرين حيث غرق أكثر من 120 شخصاً جرى انقلاب العبارة في الموصل كان المطلوب حينها محاسبة ميليشي العصائبي وممثليها والمسؤولين من المحافظة عن هذه الفاجعة لكن شيئاً لم يحدث واستثمرت الكتل السياسية الفراغ الحاصلة توصل مرشحها إلى منصب المحافظ بعدما هددت بالتصويت على حل مجلس المحافظة بالبرلمان وهي النقطة التي حسمت الجدل لإجراء انتخابات وصل عبرها المرعيد للمنصب وكما كان تسنم محمد الحلبوس رئاسة البرلمان مشوباً بالفساد وشراء هذا المنصب كشف عدد من نواب نينواء عن دفع ربع مليون دولار لكل عضو بمجلس المحافظة لكي يصوتوا للمرعيد من جانبها نفت حركة عطاء التي يقودها فالح الفياد الوقوفة وراء هذه الصفقة التي أوصلت مرشحها المرعيداً لمنصب حيث يؤكد الأخير أن الأصل في الترويج لمثل هذه الأنباء وراءه غاية سياسية لكن لنواب نينواء رأياً آخر يتلخص في وجود إرادة حكومية لسلب المحافظة إرادتها ومحاولة لتحقيق مصالح ومكاسب مالية وسياسية على حساب الاستقرار الأمني وأعادة الأعمار كل ذلك لإبقاء أهالين وافيتيهم في المخيمات وبين الركام